خلونا نبدأ فقرتنا الأولى فقرة حق الصد الحقيقة مبارح كان في حالة من الهدوء أو من الهدوء النسبي في التصريحات الغريبة اللي بنسمعها خلال الفترة الأخيرة ممكن لأنه الأهلي كذبان وبنتيجة كبيرة وبأداء رائع رائع ولكن لا يزال أحد الضيوف في البرامج برامج إياها يعني اللي دائما ما تحاول إثارة الجدل عايز تطلق عليه محلل فني أو خبيل أنا مش هطلق عليه كده ولكن أي حد عايز يقول كده أوكي لأنه ما فيش أمارة على هذا الكلام لكن ممكن نقول أنه لعب كرة قدم سابق أو باحث عن التريند زي ما حضرتك عايز تقول قول وهو بيتكلم عن مباراة الأهلي والمصري وبالمناسبة أنا هنا لا أحجر على رأي حد لكن طالما قال رأيه في التلفزيون فمن حق أي حد ومن أي بنامج أنه يتناول هذا الرأي بالرد والتحليل هو يعني اللي بيتكلم بيقول أن الأهلي كسب المصري لأن المصري وحش طيب ما يمشيش معاك أن الأهلي جاهز فرقته بشكل كويس ما يمشيش معاك أن الأهلي عنده لاعبين مميزين وقدموا مباراة كبيرة ما يمشيش معاك أن الأهلي جاب صفقات صنعة الفارق سواء بالتسجيل أو بصنعة الأهداف ما يمشيش معاك أن الأهلي عنده مدرب كويس وتفوق على مدرب النادي المصري كابتن علي مهر ما يمشيش معاك أن الأهلي بطل الدوري اللي فات وبيدافع عن لقبه في هذا الدوري ومعاه قايمة من أفضل اللاعبين فيكون الفوز على النادي المصري نتيجة لجهود اللاعبين ونتيجة طبعية للفوارق الكبيرة ما بين الأهلي وبين أي فريق كل ده ما يمشيش معاك لكن هو اللي يمشي معاك أن المصري كان وحش طيب زي ما أنت عايز طبعا كل واحد حر ولكن هناك أمور كثيرة جدا وهي واضحة أمام حضراتكم واضحة وضوح الشمس أمام حضراتكم ويمكن ده رأي فني حتى لو صاحبه مش مؤهل لأنه بيحل المباريات ولكن ترجمة نانسي قنقر